اتخطبت لشاب مصري وفرحهم خلال الفترة اللي جاية أليسيا ينقل بنت مدرب حراس مرمى النادي الأهلي اعتبرت نفسها مصرية وهي فعلا بقت مصرية يا ترى من هو الشاب المصري اللي اتخطبت له وازاي اتعرفه على بعض تعالوا اعرفوا معايا كل التفاصيل خلاص أليسيا بنت النادي الأهلي بقت مصرية 100% واخدت خلاص ختم الجودة لما اتخطبت لشاب مصري من حبها ليه وارتبطها بيه زغراته ارتبطت بشاب مصري وبقى خلاص كل حياتها وبقى بعد النادي الأهلي أهم حاجة في حياتها اتعرفت على الشاب بدأ في النادي الأهلي ارتبطوا وبقيوا أشهر وأجدد كابلز في الوسط الرياضي علي خطيب أليسيا هو صاحب شركة دعاية وإعلام مصرية واسمه علي عثمان بعد نهاية مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشا لكأس السوبر المصري اعلنوا خطوبتهم للجمهور وللنادي الأهلي كله من فرحتها بالسوبر والخطوبة حابت تزود فرحة الأهلوية يعني أخذ السوبر وخلاص أهم بنت في النادي بتتجوز عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي فرحانة بيها جدا أعلنت أليسيا خطوبتها لعلي عثمان في أجواء احتفالية مع عدد من أصدقائها داخل مقصورة الـ VIB في أستاذ محمد بن زايد بالإمارات بعد انتهاء مباراة ونجاح الأهلي بكأس السوبر المصري يطر ازاي وامتى اتعرفت أليسيا بالشاب المصري على عثمان أليسيا وعلي اتعرفوا من فترة كبيرة وكان وضع عليهم أنهم مرتبطين من فترة جمع الاتنين حبهم للنادي الأهلي كانوا دايما بيسافروا سوى برا مصر علشان يشجعوا النادي الأهلي في أي مكان بيلعب فيه النادي الأهلي بيروحوا وبيشجعوه وبيحتفلوا بفوز النادي الأهلي سوى آخر مرة تجمعوا فيها كانت في السعودية في نهاء كأس العالم الأندية اللي اتلعبت في السعودية وكسب فيها الأهلي برونزية البطولة وكانت فرحة علي أكبر لأنه كسب موافقة أليسيا عليه لأنه في السعودية أخذ منها الموافقة النهائية على خطبته والسؤال الكل بيسأله دلوقتي مين علي ده؟ وبيعمل ايه في حياته؟ علي شاب مصري زيه زي شباب مصري كتير جدا متفوق في شغله وهو الرجل أعمال مصري شغال في مجال الدعاية والإعلام علي أخذ ماجستير في الدعاية والإعلام من أحد الجامعات في فرنسا قرر في الفترة الأخيرة أن يوسع من نشاطه وينشئ شركة له في الأمارات علشان يكون له فروح في مصر وكمان في الأمارات وطبعا عايز يتوسع وينتشر في العالم كله وده طبعا هيحصل بعد مساعدة الإسياء له بنت النادي الأهلي هتقف في ظهر جزهة زيها زي بنات النادي الأهلي اللي دايما بيساعدوا أجوازهم علشان يوصلوا لحلمهم وكلهم مستقبل أفضل النادي الأهلي وجماهير الأهلي فرحانين كلهم دلوقتي ببنت النادي الأهلي هي أجدد بنت أهلوية بتتجوز دلوقتي والكل دلوقتي بيسأل عن معادل خطوبة والفرح ونفسهم تتعمل خطوبة النهاردة قبل بكرة ونفسهم يكون فرح كبير جدا ويحتفلوا به ويريد يسمحوا لهم كلهم يحضروا فيه لأن بالتأكيد هيكون في الفرح أهلوية كتير ومجلس الإدارة ولعبة النادي الأهلي وطبعا كل الجماهير نفسهم يبقوا متواجدين في وسط لعبة النادي الأهلي لأن ده هيسعدهم جدا في النهاية شاركونا بأراءكم هل كنت تعتقد أن أليسيا يمكن ترتبط بحد مصري ولا لا شاركونا بأراءكم